بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأسرة في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب والطالبات أهلا بكم في درس اليوم من مادة رغتي للصف الثالث تهيلي فكري بإذن الله اليوم سنتعلم مهارات جديدة في المادة ونحاول أن نحقق مزيد من الهداف احرصوا أبنائي أن تكونوا في مكان هذا بهضا وتهوى مناسبة أن يكون بصحبتكم وحد أفراد الأسرة لمساعدتكم في عملية التعلم للصف الثالث تهيلي حتى نتمكن سويا من حل التدريبات وتعلم المهارات في درس اليوم درسنا اليوم هو عن الأضدات أريدكم أن تلاحظوا هاتين الصورتين ماذا تلاحظون فيهما؟ هذه الصورة على اليمين هذه الصورة أمامكم ما هي؟ ماذا تشاهدون؟ صورة وجه ما هو التعبير المرسوم على هذا الوجه؟ وجه سعيد مبتسم وهذه الصورة الأخرى وجه حزين سعيد حزين سعيد حزين سعيد حزين لاحظوا الفرق بين الصورتين هذا وجه سعيد وهذا وجه حزين سعيد حزين طيب هاتين الصورتين طويل قصير لاحظوا لاحظوا الفرق طويل وقصير طويل وقصير نقول في الجملة أبي طويل القامة وأنا قصير القامة طويل قصير أبي طويل القامة وأنا قصير القامة إذا طويل وماذا؟ وقصير طيب الأسد كبير والقط صغير كبير صغير كبير صغير هذا الأسد كبير وهذا القط صغير طيب الموز قليل وهنا ماذا؟ حسنتم كثير قليل كثير قليل كثير هذا الموز قليل وهذا الموز كثير طيب ماذا نقصد بالأضداد؟ لاحظت في المثال السابق كلمة وكلمة أخرى مضادة لها الأضداد هي الكلمات الدالة على معنين متضادين إذن كلمات تدل على معنين لكن هذين المعنين متضادين متضادين طيب مثال ليل نهار ليل نهار لاحظوا الاختلاف بينهما ليل في الليل ظلام وينام الناس ويخرج القمر في النهار نور وشمس ويذهب الناس إلى المدرسة وإلى العمل إذن لاحظوا الفرق بينهما ليل نهار هذه الكلمة ضدها هذه إذن هذا ما نقصد بالأضداد كلمتين لكن لها معنين متضادين لها معنين ماذا؟ متضادين ليل نهار ليل نهار كبير صغير كبير صغير طويل قصير هذه كلها كلمة وضدها كلمة وماذا؟ وضدها الآن نلاحظ ابنائي في هذا التدريب نريد أن نصل الصور في العمود الأول بالصور في العمود الثاني سنقوم بكتابة هذا العمود ألف وهذا العمود با طيب سنصل الصور في العمود ألف بالصور في العمود با بما يناسب معها في الصور بالعمود B لاحظوا الصورة رقم واحد في العمود ألف صورة وجه مبتسم طيب الصورة رقم اثنين في العمود ألف صورة ليل طيب الصورة رقم ثلاثة صورة قلم طويل طيب الصورة رقم أربعة صورة مشروب بارد قهوة باردة طيب العمود B الصورة رقم واحد في العمود B ما هي صورة رقم واحد صورة قلم قصير قلم ماذا؟ قصير طيب الصورة رقم اثنين صورة ماذا؟ صورة وجه حزين طيب الصورة رقم ثلاثة صورة ماذا؟ صورة مشروب ساخن قهوة ساخنة الصورة رقم أربعة صورة ماذا؟ صورة نهار طيب الآن نريد أن نصل الصورة في العمود ألف بما يناسبها في العمود ب الآن نريد أن نصل الصورة في العمود ألف بما يناسبها في العمود ب ركزوا على السبورة أمامكم سأقول الصورة ثم تختاروا شويا ما هي الصورة التي تدل على الضد المناسب للصورة التي اخترناها طيب صورة رقم واحد سعيد ما هي الصورة المناسبة لها ضدها حزين سعيد حزين الآن فهمتم اللعبة سعيد ضده ماذا ضده حزين طيب ليل ما هي الصورة المناسبة في العمود با؟ ليل ما ضده نهار احسنتم ليل ضده نهار احسنتم يا ابطال طيب طويل القلم طويل ما ضده أين القلم القصير؟ احسنتم الصورة الأولى في العمود با إذن طويل قصير طيب مشروب بارد ما ضده بارد ما ضده ساخن بارد ضده ساخن أو حار احسنتم إذن سعيد حزين ليل نهار طويل قصير بارد ساخن أو حار إذن هذه الكلمة وضدها هذه الكلمة ماذا وضدها إذن كل كلمة لها ضد معين مناسب لها لاحظوا أننا اخترنا الصورة المناسبة حتى تكون ضدا للصورة الأخرى سعيد ما هي الصورة المناسبة معها لتكون ضدها أحسنتم حزين طيب ليل أحسنتم نهار طيب طويل قصير أحسنتم طيب بارد حار أو ساخن أحسنتم طيب الآن في التدريب هذا يريد أن نضع إشارة صح تحت الصورة التي تدل على الضد الصحيح لاحظوا لدينا الآن صورتان في الأعلى وكل صورة تحتها الصورة المناسبة لها طيب الآن سنكتشف ما هو الضد الصحيح لكل هذه الصور طيب لون الشعر غامق أين الصورة التي فيها شعر غامق في الأعلى تلاحظونها لون الشعر غامق طيب ما ضد غامق؟ هل هو فاتح أو أصلع؟ ما هو الضد المناسب؟ غامق فاتح أو أصلع؟ هذا شعره غامق شعره فاتح أو لا يوجد لديه شعر؟ ما هو الضد المناسب؟ أحسنتم شعره فاتح إذن نضع صح هنا هذا الضد المناسب إذن غامق ضده ماذا؟ فاتح غامق ما ضده؟ ضده فاتح أحسنتم طيب الصورة الثانية التي فيها شخص نائم ضده حزين أو مستيقظ؟ النائم ما ضده مستيقظ أو حزين؟ ذكرنا أن حزين ضده سعيد إذن نائم ضده ماذا؟ مستيقظ إذن نضع علامة صح أسفل الصورة التي ترمز إلى شخص مستيقظ إذن غامق فاتح لاحظوا لون الشعر لون الشعر في الصورة في الأعلى غامق غامق طيب لون الشعر في الصورة التي في الأسفل فاتح إذن غامق ضده ماذا؟ فاتح غامق ضده فاتح طيب نائم ما ضده؟ حزين أو مستيقظ؟ نائم ضده مستيقظ نائم ضده ماذا؟ مستيقظ أحسنتم طيب الآن لدينا مجموعة من الكلمات نريد أن نصل كل كلمة بالضد المناسب لها سنقرأ الكلمات في العمود الأول ثم نقراها في العمود الثاني ونكتشف سويا ما هو الضد المناسب لكل كلمة لكل كلمة طيب الآن الكلمات في العمود الأول العمود ألف كلمات في العمود ألف والكلمات في العمود با الكلمات في العمود ألف قريب فوق ثقيل قريب فوق ثقيل طيب الكلمات في العمود الثاني خفيف تحت بعيد خفيف تحت بعيد الآن نريد سويا أن نكتشف ما هو الضد المناسب لكل كلمة سنصل الكلمة بضدها المناسب طيب الكلمة الأولى قريب ما هو ضدها المناسب قريب قريب ماذا بعيد قريب ماذا بعيد أحسنتم إذا نصل أول كلمة في العمود الأول بآخر كلمة في العمود الثاني قريب بعيد حاولوا أن تكتشفوا شيئا قريبا منكم مثال الكتاب الكتاب قريب منكم أحسنتم وباب الغرفة مثلا باب الغرفة بعيد إذا قريب الكتاب قريب والباب بعيد لاحظت الفرق الكتاب قريب ضد قريب ماذا الباب بعيد في آخر الغرفة إذا قريب بعيد قريب بعيد أحسنتم إذا نصلوا كلمة قريب بكلمة بعيد في أسفل العمود الثاني طيب فوق فوق ما ضده عندما أقول الكتاب فوق الطاولة فوق تحت أحسنتم الكتاب فوق الطاولة والشنطة أو الحقيبة تحت الطاولة إذا فوق تحت فوق تحت طيب ثقيل ما ضده ثقيل لما أقول الشنطة ثقيلة أو الحقيبة ثقيلة ما ضدها الكتاب خفيف ثقيل ضده ماذا خفيف ثقيل ضده خفيف إذن قريب طده بعيد فوق ضده تحت ثقيل طده خفيف إذن الأضاد أبنائي هي الكلمات التي تدل على الكلمة والضد المناسب لها حاولوا مع زملائكم أن تكتشفوا كلمات من محيطكم وتحاولوا أن تجدوا الضد المناسب لها أتمنى أن نكون نستفدنا من درس اليوم شكرا لحسن انتباهكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته